ليلى حمادة واحدة من النجمات اللي كانوا محظوظين بملامح جميلة وهدية حصرتهم في نوعية معينة من الأدوار ورغم لحلتها الفنية القصيرة إلا أنها كان فيها محطات كتيرة قبل ما تعتزل في التسعينات اتولدت ليلى حمادة يوم 21 مايو سنة 1951 وهي حاصلة على بيكلاريوس الاقتصاد والعلوم السياسية وعلى الرغم من جمالها إلا أنه مساعدهاش في أخذ أدوار البطولة وكانت دايما بتجسد شخصية البنت الهادية الرئيقة الفنانة المصرية بدأت حياتها الفنية لما كان عمرها خمس سنين وده بعد اكتشافها من قبل مدير برامج التلفزيون ماما ساميحة ومشاركتها في برامج خاصة بالأطفال في التلفزيون وبعد تخرجها من الجامعة شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية لغاية ما اكتشافها رمسيس نجيب وخليها تشارك في أول أفلامها السينمائية إمبراطورية ميم سنة 1972 ليلة حمادة هي أخت الفنانة مجدة حمادة واللي اتنين اشتركوا مع بعض في كتير من الأعمال أهمها مسلسل الشهد والدموع واللي حقق نجاح كبير وقت عرضه وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة ليلة حمادة كانت مخطوبة للفنان حمدي حافظ لكن الخطوبة ما كملتش وفي مطلع التسعينات اتجوزت من رجل أعمال من مصر لكنه من أصل إيطالي وأنجبت منه بنتين وطلب منها إنها تسيب الفن وبالفعل بعدت عن الفن وكانت بتسافر ما بين مصر وروما ورجعت للفن بعدها بمشاركات في أعمال دينية حصلت ليلة حمادة على البطولة المنفردة من خلال فيلم المغنواتي لكن الفيلم ما حققش أي نجاح وكانت قصته بتدور حوالين حكاية حسن ونعيمة اللي جسدتها السينما قبل كده في فيلم من بطولة سعيد حسني ومحرم فؤاد بعد فشل فيلم ليلة حمادة ظهرت سعيد حسني وتكلمت عن ليلة وقالت إن الأفلام القديمة الرقية مش لازم نعيدها تاني ولو ده حصل لازم المنتجين يختاروا فنانين كبار ليهم خبرة تمثيلية كبيرة وبعد كلام سعيد حسني وتصريحتها حصل خصام بينها وبين ليلة فضل لحد وفاة سعيد حسني وبعد تصريحات سعيد المنتجين مدوش ليلة أي دور بطولة وفضلت أدوارها محصورة في مساحات صغيرة وكان معروف عن ليلة ابتعدها عن أفلام الإغراء ومشاركتش في النوعية دي غير في فيلم واحد وهو فيلم جنس ناعم من أشهر الأدوار اللي قدمتها ليلة هي دور البطولة قدام الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل مارد الجبل ومشاركتها في مسلسل ضمير قبل حكمة مع النجمة فاتن حمامة ومن الأعمال الدينية اللي شاركت فيها مسلسل القضاء في الإسلام ومسلسل موسى بن نصير مع الفنان عبدالله غيف ومسلسل الأيدي الناعمة ومسلسل عم حمزة يعني نقدر نقول إنها كانت وجه تلفزيوني أكتر من وجه سينمائي وبعد اعتزالها في التسعينات اختفت ليلة حمادة تماما عن الأضواء وما طلعتش في أي مقابلات تلفزيونية أو صحفية وكمان ارتدت الحجاب